بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا عليم أعزي المشاهدين ما زلنا نعيش معكم في رحاب هذه الأجواء الإيمانية التي يجب علينا أن نترفع من خلالها عن بعض الهفوات وبعض المعاصي وبعض الزلات ثم لا نعود إليها فالقوة ليست أن تقوم بعمل طاعة معينة البطولة الحقيقية أن تستمر على هذه الطاعة لا يخفى عليكم أننا ودعنا رمضان قبل أيام وقد امتلأت المساجد بالمصلين وامتلأت المساجد بالقيام وما شابه ذلك ولكن ما أن انتهى رمضان إلا وعدنا كما كنا قبل رمضان لنعد كما كنا ولكن أن لا نعود إلى تلك المعاصي وإن قصرنا في بعض الطاعات ولكن تلك الذنوب وتلك المعاصي التي تبنى منها إلى الله عز وجل يجب أن لا نعود إليها سبحانه وتعالى ربنا جل في علاه يريدنا أن نتقرب منه ليل نهار ولا يريد من العودة إلى سابق العهد ولا تكون كالتي نقضت غزلها وهذه الأيام المباركة أيام ذي الحجة اجتمع فيها من الخير ما لم يجتمع في غيرها من الأيام لذلك تميزت هذه الأيام على غيرها وأنت أخي المشاهد أختي المشاهدة إذا أردنا أن نتميز كذلك من بين عباد الله تعالى فما علينا إلا أن ننافس أنفسنا إلى الله تعالى لنتميز بتميز هذه الأيام التي جمع الله عز وجل فيها عضائم الأعمال الصوم والصلاة والحج ويكفي هذه الأيام شرفا وفخرا أن الله عز وجل أقسم بها وشهد لها رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنها خير أيام الدنيا لذلك علينا أن نبادر فيها وأن نأخذ من كل وصية بسهم لعل الله أن ينفعنا بهذه الأيام لنبدأ في هذه الأيام بالتوبة الصادقة وأن نعود إلى الله تعالى بصدق كما أمرنا وكما أراد منا الواحد منا لا يدري متى يلقى ربه سبحانه وتعالى لا يدري ما هو الوقت ولكنه على يقين أنه سيلقاه رب جل في علاه يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فلنكدح الكدح الخير من حسنات وأعمال وبر خاصة خاصة ونحن نعيش هذه الأيام مباركة فبأي قلب ستلقاه وبأي لسان ستتحدث معه هل ستلقاه بقلب صادق عائد إليه أم ستلقاه بقلب غافل عنه جل في علاه هذه خياراتنا نحن ونحن المسؤولون أمام الله تعالى عنها أعزاء المشاهدين لو أخذنا هذه الأيام المباركة بالعزيمة وتحاملنا على أنفسنا وبذلنا فيها الجهد لكسبنا من هذه الأيام الخير الوفير بالأمس صمنا شهرا كاملا وقمنا لياليه كيف استطعنا ذلك إنها العزائم إنها القرارات الحتمية التي لا تقبل الجدل قررنا أن نصوم النهار فصمناه وقررنا أن نقوم الليل فقمناه لا شك ذلك بعون الله تعالى ولكنني هنا أتحدث عن القرارات التي يجب أن نتخذها الآن كذلك فما الفرق بين رمضان والآن وأن نقرر أن نصوم هذه التسعة أيام وأن نقيم هذه الليالي قرر أن يخرج زكاة ماله فاستخرجها طيبة بها نفسه عزى المشاهدين إنها المعركة الأبدية التي لا تتوقف إطلاقا معركة بين الحق والباطل بين جند الشيطان وجند الرحمن وميدان المعركة فقط في هذه اللحظة التي تعيشها أنت الآن لأن المعركة ستنتهي ما أن تخرج هذه الروح نعم المعركة تنتهي بخروج هذه الروح هذه المعركة ما هي الأسلحة التي يتعامل فيها هذا العدو أولى هذه الأسلحة سلاح التسويف لا يقول لك توقف عن التوبة إطلاقا ولكنه يقول لك تب في شهر رمضان شهر المغفرة تب في الأيام العشر التي نحن فيها الآن نعم يذكرك بذلك ويذكرك بفضلها العظيم لكن هذا العدو لديه من الخبرات الشيء الكثير لأنه عاش مع ناس من قبلنا لذلك إن وصلت إلى هذه العشر قال لك ألا تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده ماذا تريد أكثر من ذلك أرح نفسك فالطاعة مضمونة والكفارة للذنوب مضمونة فيأتي ويقلص عليه هذه الأعمال ليصوم هذا اليوم فقط انظروا كيف يتعامل هذا العدو انظروا كيف يتعامل هذا العدو يتعامل بهذا الجندي حتى يوصلك ويجعلك من الخاسرين في هذه المواسم العظيمة ولكن هل سيأتي غدا لأتوب وهل ستأتي الأيام العشر لأتوب وهل سيبلغني الله عز جل يوم عرفة أنا لا أدري يا من يعد غدا لتوبته على يقين من بلوغ غدي المرء في زلل على أمل ومنية الإنسان بالرصدي أيام عمرك كلها عدد ولعل يومك آخر العدد لذلك أقول لك وأقول كذلك لنفسي وهي أحب شيء إلي في هذه الدنيا أقول التوبة التوبة قبل أن تصل النوبة الإنابة الإنابة قبل أن يغلق باب الإجابة أعزاء المشاهدين علينا أن نعلم أن المآلات عظيمة جدا لذلك أن نحتاج إلى أعمال عظيمة الثواب في الآخرة ليس له مثيل والعقاب في الآخرة ليس له مثيل معركة يقوم قائدها بتزيين الباطل وإلباسه لباس الحق ويجعل الناس يظنون بأنفسهم خيرا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء نسأل الله عزل أن يجعلنا ممن صام هذه الأيام وقام هذه الأيام وتصدق بهذه الأيام إيماناً واحتساباً ونسأله القبول لنا جميعاً نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة